اشتركوا في القناة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الامريكية بشكل رسمي حيث تم حدف الخط الوهمي المتقطع الفاصل بين المغرب وصحرائه الجنوبية وخلال اتصالين بين العاهل المغربية الملك محمد الثالث والرئيس الامريكي دولاند ترامب قال الاخير انه اصدر مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة الامريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كل منطقة الصحراء المغربية وقال الرئيس الامريكي ان اقتراح المغرب الجادة والواقعي بحكم داتية هو الاساس الوحيد لحل عادل ودائم من اجل السلام والرخاء مضيفا لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777 ومن ثم فانه من المناسبة ان اعترف بسيادتهم على الصحراء المغربية وفي خبر اخر تم اليوم الثبث بالربار تدشين صفارة جمهورية هايتي بي المغرب خلال حفل تم تنظيمه بالمناسبة وترأس حفل تدشين الصفارة وزير الشرون الخارجية وتعون الافريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووزير الشرون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي كلود جوزيف الذي يوجد في زيارة عمل المغرب منذ الاربعاء المنثرمة وبهذه المناسبة وقع الوزيرين على اتفاقين اولهما عبارة عن خارطة طريق للتعاون للفترة الممتدة من 2021 الى 2023 تشمل العديد من المجالات من دمنها النهوض بالاقتصاد والاستثمارات والتكوين والتعليم العالي والتعاون التقنية في القطاعات الرئيسية الفلاحة والصيد البحرية والطاقات المتجددة والتكوين المهنية والمياه والصحة اما الاتفاق التانيفة وعبارة عن مذكرة التفاهم في مجال التكوين الدبلوماسية تروم ارثاء ايطار للتعاون المستدامة في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالية الدبلوماسية والعلاقات الدولية وفي تصريح للصحافة على هام شهاد الحفلة اعلن وزير الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هيئة عزم بلاد افتتاح قنصلية لها بمدينة الداخل بعد غدنا الاثنين بما يؤكد التزامها بدعم جهود المغرب الرامية الى الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية ذكرت مصادر متطابقة بان الجنرال دوكور دارمي عبدالفتح الوراقة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والجنرال دوكور دارمي الفاروق بالخير قائد المنطقة العسكرية الجنوبية مرفوقين بمجموعة من الضباط الثامين من القيادة العامة وقيادة المنطقة الجنوبية ذاروا القطاع العسكري بالمحبث وكان منتدى القوات المسلحة الملكية المختص في الشؤون العسكرية قال بان قياديين عسكريين نقلوا تهاني الملك محمد الثادث القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لكافة عناصر القوات المسلحة الملكية المرابطة بالحزام الامنية واضفت كذلك بان تهاني جلالة الملك تأتي بعد التصدي الاحترافية الذي قامت به عناصر الشيشة ضد استفزازات البوليسارو بمنطقة الجرقرات كما استعراد الوفد العسكري القوات المرابطة بشبه القطاع ووقفوا على المعنويات المرتفعة لعناصر القوات المسلحة الملكية وقامت القوات المسلحة الملكية بتنفيذ عسكرية في منطقة المحبس لمنع مسلحين تابعين لجبهة البوليسارو من الاقتراب من الجدار الامنية حيث استهدفت العملية عربا رواعية الدفع تقل عناصر مسلحة كانت تنوي الوصول الى الجدار وهو ما ادى الى تدميرها بالكامل وموسما عليها وحسب معطيات دقيقة نقلها منتدى فاير ماروك فان القوات المسلحة الملكية تعاملت بكل حزم مع كافة استفزازات ميليشيات تندوف حيث ردت المدفعية الملكية بقصف عنيف ضمر كافة تمركزات العدو شرق الجدار الامنية ومخازن الاسلحة التي وضعها هناك ووقع تبادل لاطلاق النار بمنطقة المحبس مرة واحدة عندما حاولت عربا ربعية الدفع مسلحة الاقترابة من الجدار الامنية ما ادى الى تدميرها وموت مستعمليها وقال منتدى فار ماروك انه لم يسجل اي استفزاز من طرف الميليشيات المعادية منذ ما يزيد عن اسبوعين ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية او مادية او جرحة في صفوف القوات المسلحة الملكية واكد المصدر داته على ان الوضعية بالقرقرات امنة ولم تعرف اي عرقلة او حالة غير عادية منذ 13 نوانبر الماضية مبرزا ان الجنب الموريتاني قيد تحركات الاعداء مانعا دخول اراضيها لاي عناصر مسلحة وادهرت ثور الاقمار الاصطناعية عدم تحريك البوليساريو لخردتي المتهالكة في تندوف بعد صدمة ترامب صداو توجه صفعة اخرى للجزائر بتبني مشروع انبوب الغاز المغربية نيجيريا قبل ان تستوعب الجزائر صدمة قراري الرئيس الامريكي دولاند ترامب يوم الخميس اصدار مرسوم رئاسي فوري الاثرة يعترف بالسيادة المغربية الكاملة على اقاليم السحراء مع اعلان افتتاح قنصلية لواشنطن بمدينة الداخلة تلقت الجزائر صفعة اخرى قادمتنا من واقادوغو هذه المرة باقرار توحيد مشروع الربط الطاقية لذول غرب افريقيا بمشروع انبوب الغاز المغربية نيجيرية المشاركة الممتد من نيجيريا الى اوروبا ووافقت لجنة الطاقة والمعادن في المجموعة الاقتصادية لذول غرب افريقيا المجتمعة بعاصمة بوركنافاثو رسميا على الدراسات المتعلقة بربط مشروع انبوب الغاز لدول غرب القارة بالانبوب المغربية نيجيرية معطية موافقة على بداية اشغال الورش الموحدة الذي سيضمن مع انتهائه الامن الطاقية لخمسة عشر بلد افريقيا كما انه يطلق رثاثة الرحمة على المشروع الذي اقترحت الجزائر على نيجيريا وتكثب هذه الخطوة اهميتها من كون نيجيريا احدى دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا اي انها اعطت ضمنيا موافقة على المشروع الذي يربطها بالمغرب وتحللت من اي مشروع يربطها بالجزائر وهو الامر الذي يكبل الدبلوماثية الجزائرية هذيمة جديدة كون ان وزير الخارجية ثبر بوقدوم ذار ابوجا قبل ثلاثة ثابيع فقط والتقى بنظره النيجيرية جيفري اونياما في محاولة لاقناعه باحياء مشروع انبوب الغاز الذي كان يفسرد ان يجمع البلدين وحول بوقدوم استباق مخرجة اجتماع لجنة الطاقة والمعادن لدول غرب افريقيا بطرح احياء المشروع الذي تعود فكرته الى الثمانينات والذي جرى الاتفاق عليه رسميا في الفين واثنين قبل ان يدخل مرحلة الموت الثريرية لكن هذه الخطوة لم تفلح في اقناع نيجيريا باقبار الاتفاق الذي جرى توقعه بتاريخ العاشر يونيو الفين وتمانية عشر في الرباطة امام الملك محمد الثالث والرئيس نيجيريا محمد بخاري واكتسب المشروع المغربي نيجيري قوته من كونه سيمر على خمسة عشر بلدنا هي نيجيريا والبينين والطوغو وغانا والكودفوارا وليبيريا والسيراليون وبركنافاثو ومالي وغينيا كوناكري وغينيا بيساوة وغامبيا والسينيغال ومريطانيا والمغرب هذا الاخير الذي سيمر الانبوب من اقالمي السحراوية قبل ان يصل الى اوروبا في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تعرض مشروعا ينطلق من نيجيريا ويصل الى اراضيها مرورا عبر اراضي دولة نيجير فقط وبالاضافة الى ذلك لعب خط المرور الامن الذي يقترح المشروع المغربي نيجيريا دورا كبيرا في حثم الامور لصالحه حيث سيكون الانبوب البالغ طوله خمسة الاف وستمائة وستين كيلومترا والذي سينقل الثانويا اربعين مليار متر مكعب من الغاز بعيدا عن محور تهديدات الجماعات المسلحة المتطرفة وتحديدا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامية التي يقود والجزائرية بارك يزيد الملقبة بابو عبيد العنابي دعت وزارة التشييذ المغربية يوم الجمعة الى تقديم عروض لبناء ميناء في الداخل وقالت في بيان انه من المقرر اغلاق المناقصة في 28 يناير 2021 وسيكلف الميناء ما يصل الى مليار دولار وسيساعد في تأثيذ الروابط البحرية والتجارة بين المغرب والثائر افريقيا وجاءت المناقصة بعد يوم من اعلان الولايات المتحدة عزمها فتح قنصلية بالمدينة الواقعة على الساحل الاطلسية لتنضم بذلك الى حوالي 17 دولة عربية وافريقية لها بالفعل بعتاد ديبلوماسية في الصحراء المغربية ومن المنتظر ان يكون ميناء الدخل الاطلسي الجديد الية اخرى لتنمية الاقاليم الجنوبية للمغرب كما سيشكل وفق ما تم اعلانه رسميا دعم للاهداف الجيوستراتيجية للمغرب المتعلقة بالانفتاح على القارة الثمراء وسيكلف هذا الميناء الذي يدخل في اطار برنامج النموذج التنموية للاقالم الجنوبية الذي اعطى انطلاقاته الملك محمد الثالث في خطابه بمدينة العيون بمناسبة الدكرى الاربعي لانطلاق المسيرة الخضراء سنة 2016 9.6 ملايير درهم ككلفة تقريرية تهم احداث مجموعة من الفضاءات بالثيل البحري والصناعة التحولية والطاقة والمناجم الى جانب مرافق الاتجارة والثياحة وستعرف المرحلة الاولى من المشروع انشاء جثري للعبور بطول 1800 متر وحواجز وقائية بطول 5400 و30 مترا الى جانب ميناء تجارية يتضمن رصيف للحاويات بطول محرية تضمن ارصف لتزويد السفن بالوقود وارضية مزودة بمواقف السيارات وارصف للنزول واخرى مخصصة لاصلاح السفن وتبلغ مساحة رصيف الورش وحده 180 مترا وتمتد اراضيه على مساحة 5.8 هكتارات